مشاهدينا مساء الخير نحييكم في حلقة جديدة على الهواء امبارح نقشنا قضية في غاية الاهمية وبعد منقشتها الجدل احتدم حتى خلال الساعات القليلة الماضية ورئيس الحكومة المواندز الشريف اسماعيل اوضح وايضا بعض المسؤولين تحدثوا وبعض اعضاء مجلس النواب تحدثوا كذلك وهي قضية الاقامة بوديعة والاقامة بوديعة تمهد للحصول على الجنسية وهي في مجملها كما وصفناها بالامس هي بيع للجنسية المصرية يعني احنا بنبيع الجنسية المصرية حتى اخدها يمينة اخدها شمال هي ملهاش مفهوم ولا مضمون الا كده وبالتالي هنا عيب عيب جدا احنا طبعا كالعادة بنناقش القضايا بوجهات النظر المختلف وبنستمع الى فلسفة الذين طبعا المشروع جاي من الحكومة لكن الذين تحمسوا له من اعضاء مجلس النواب كانوا معانا بالامس النهاردة رئيس الوزارة وضح انه استفاء لما لقى فيه حالة ضجة وحالة جدل واحنا كنا نعيشنا الموضوع ده قبل كده كمان فقال ان استفاء الشروط الامنية شرط لمنح الجنسية المصرية مقابل وديعة خلاص اهو الراجل بتكلم عن منح الجنسية المصرية مقابل وديعة لان البعض بيدعي انه القضية ده هي اقامة بس لا هي اقامة بوديعة بتماهد للحصول على الجنسي وهي الوديعة اه الدليل على انه الهدف المادي اه هو هدف الذين وضعوا اه هذا القانون او مشروع القانون هو ان الوديعة بدون فايدة يعني فيه مواطن وفي يقيني كمان انه ده يستهدف الخمسة مليون اه اه سوري وليبي وعرائي من المقيمين في مصر الان يعني على اعتبار ان دولهم في ازمات اه تمزقت الدول تشتتت الجيوش اشتعلت الفتنة في بلاديهم لم يجدوا مكانا امنا بسبب الاوضاع اللي بتشهدها بلادهم من حقهم طبعا انه مصر تكون ملازا وملجاء يعني وفي نفس الوقت تشوف ايه الالتزامات اه زي ما مصر عليها واجبات ايضا على اللاجئ اليها انه يبقى فيه مسئوليات وفي اطار ده كان يمكن ان تنظم العلاقة انما لما ييجي كده في دماغ حد يقولك احنا محتاجين فلوس وتعالوا نحسبها كده لو الخمسة مليون دول اه يعني جزء كبير منهم كان معاه اه ميتين الف دولار يستطيع انه يضعها كواديع اه لسه ما حددوش المبلغ ايه وبعد خمس سنين بعد خمس سنين يستطيع الحصول على الجنسية هيقولك لا ده ممكن ما تدلوش الجنسية يعني انت هترجع الفلوس اللي انت خدتها من الناس وبالتأكيد لما تضع هذي الاموال كواديعة في خزينة الدولة وبدون فوايد هتشغلها مش ممكن ابنة هتسيبها ميتة يعني لا هتاخدها هتشغلها وبالتالي هتبقى دخلت السوق ودخلت المشروعات المختلفة وما انتش عارف اذا كان بامكانك انك تعيدها ولا لا ومش هينفع انك تعيدها يعني لانه التزام مش هيبقى قدام خمسة ولا ستة ولا عشرة ولا عشرين لا الجنسية المصرية بالنسبة للبعض غالية غالية جدا هو عنده لا يستطيع انه يتحرك ولا يسافر وكمان لا يستطيع انه يسافر الى الدول الاوروبية وهذه الدول عشان تقوله ايه ما هي كمان بتمنح ما هي بتمنح لكن هنتكلم في ده هذي الدول بتمنح ليه هل احنا بس مبدئيا كده هل المواطن المصر يقبل انه واحد ان جنسيته تباع مقابل اموال ده من حيث المبدأ هنلف وانظور هي بيع جنسية اللي حيدفع 200 الف دولار وديعة مقابل الاقامة ده هتمهد له بعد خمس سنين هياخد الجنسية تلقائيا اذا انطبقت عليه الشروط وبالتأكيد هتنطبق لانه الامن اصلا لا يسمح للي قاعد هنا لو كانت عليه محاذير امنية مش هينفع يقعد اصلا ما بيقعدش بيتم ترحيله على الفور وبالتالي طالما هو قاعد يبقى ما فيش محاذير امنية عليه فاذا هياخدها هياخدها يبقى واحد انت بتخسر المبدأ ان الجنسية المصرية للبيع اتنين بتخسر المستقبل الجنسية المصرية توصف بانها جنسية مقفولة على نفسها حتى الذين تزوجوا من مصريات من جنسيات مختلفة هتلاقي الاعداد مش كبيرة وما عملتش تغيير في التركيبة السكانية المصرية وما فيش تغيير ملخوظ على الهوية المصرية ما فيش لكن دقوا تخيل بقى مثلا اتنين تلاتة مليون يمكن انهم يحصلوا على الجنسية المصرية من جنسيات دول احنا بنحترمها وبنعتز بيها لكن خلونا نقفل الهوية المصرية على اصحابها هياخدوا جنسيات هياخدوا الجنسية المصرية مقابل امر شوفوا تأثيرات دا ايه على المستقبل وعلى التركيبة السكانية والاجتماعية وعلى الثقافة وعلى الهوية المصرية بمعالمها الواضح لازم هيحصل فيه تغييرات نفسية واجتماعية وثقافية وحضارية شوفوا التأثيرات الملغمة لده قبل ما يبقى كل همنا احنا محتاجين فلوس يا جماعة طب تعالوا نجيب فلوس لانه حسب ما علمت هم محددين انه مشروع قانون زي ده ممكن يجيب لمصر اه 18 مليار دولار حسب تأديراتهم ويقولك دا احنا اخدنا من صندوق النقد الدولي اه 13 مليون دولار اه بشروط مكحفة وادت الى اه تأثيرات اجتماعية سلبية وتأثيرات معيشية لانه شروط صندوق النقد بتيجي دايما اه على الطبقة اللي يجب انها تتحصن واتحصنتش اه اه تخلونا ندرس الموضوع القضية مش قضية هيدخل لك كام طب هتخسر كام والمستقبل اللي هتخسره والتركيبة الاجتماعية والثقافية والنفسية اللي هتخسرها وكمان التأثيرات الامنية اه بالتأكيد هيبقى فيه بعض الفجوات انا بقول دا لانه رئيس الحكومة قال التصريح اللي انتو شايفينه على الشاشة دا قال بوضوح شديد انه دا معمول به في كثير من دول العالم حقول دا دلوقتي معمول به ازاي وقال ان استفاء الشروط الامنية شرط لمنح الجنسية المصرية مقابل وديع بعد ما الموضوع اللي نقشناه معاكم بارح احدث ضجة كبيرة وحتى عدد المتدخلين كان عددا كبيرا وكان فيه ناس عايزة تتداخل بشكل مكسف الوضع في الدول الاوروبية وفي الولايات المتحدة الامريكية زي ما وضحنا بارح هي مجتمعات مهاجرين ومجتمعات المهاجرين هي بتعتمد على الثقافات المتعددة يعني هي امريكا دولة ثقافات متعددة وقلت مبارح بتلاقي جنبك الصيني والاسباني والهندي والنرويجي ومن الدول الافريقية هي واحة تستقر فيها كل الجنسيات وحتى لما بتسأل انت امريكي تب من اي اصل فيقولك انا من اصل مصري انا من اصل صومالي انا من اصل هندي انا من اصل الماني وهكذا يعني هي مجتمعات الدول الاوروبية ايضا فيها مجتمعات مهاجرين وهم لما بيقبلوا الهجرة بهذا الشكل لانه عندهم التركيبة السكانية فيها خلل وبيعودوا يشوفوا وقولك لا احنا محتاجين اعداد علشان كمان في مهن عندهم مفيش حد بشتغلها من السكان الاصليين للبلد وبالتالي هم يحتاجون للمهاجرين هل احنا بقى مبدئيا مبدأ كده انت موافق على بيع الجنسية المصرية عشان محتاجين فلوس واحد اتنين هل انت مش متخوف على التأثيرات النفسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المستقبل اسئلة حتظل مطروحة لانه يبدو ان الحكومة مصممة الحكومة هي اللي قدمت مشروع القانون على فكرة ولما مجلس الدفاع والامن القوم يوافق يبقى معنا كده انه بالتأكيد اللجنة العامة هتوافق اتمنى ان النواب ما يوافقوش دايما كما اعتادوا على كل ما تقدمه الحكومة ويقولوا انه هذا المشروع في منتهى الخطورة لغم قد ينفجر في وجوهنا جميعا نقشنا هذه القضية بالامس وربما نبقى نستكملها معاكم في ضوء المستجدات لان ما علمتوا انهم بيحاولوا يشوفوا بعض التعديلات على مشروع القانون بحيث يتفادوا كل الكلام اللي احنا قلناه امبارا نتمنى